تسلم اليوم وزير المناجم والجيولوجيا يوسف أبا صلاح مهامي رسميا من الوزير بالإنابة بشير ماده المناسبة رأس الأمير العام النائب للحكومة حسن أحمد بشا وكانت بحضور المسؤولين والعملين بالوزارة أدم حنفي فاضي منذ فصل وزير المناجم والجيولوجيا السابق الدكتور دافيد أودينغار من منصبه كان وزير البترول والطاقة السيد بشير ماده وزيرا موكلا لوزارة المناجم والجيولوجيا حتى تم إصدار مرسوم رئاسي جديد يقضي بتعيين يوسف أبا صلاح وزيرا لوزارة المناجم والجيولوجيا وبهذا الخصوص حيث جاء هذا الحفل الذي يتوج يوسف أبا صلاح باستلام مهامه من الموكل بها السيد بشير ماده الذي أوكل بها لمدة شهرين ونيف من جانبه وزير الطاقة والبترول بشير ماده قدم شكره لوزير المناجم والجيولوجيا الجديد عند استلامه لهذه المهمة وواصيا إياه بما يتطلبه سير العمل فيها وزير المناجم والجيولوجيا يوسف أبا صلاح رد الجميل بما قدم له من شكر وطالبا من قرينه سير العمل سويا بغية تحقيق أهداف التنمية جلسة كانت تحت رعاية الأمين العام النائب للحكومة حسن أحمد بجاه وكزل عديد من الكوادر لوزارتي كل من البترول والطاقة والمناجم والجيولوجيا وبعد التوقيع على بلفات الاستلام المعتمدة التي تم تداولها بين الوزيرين قد أوصل أمين العام النائب للحكومة للوزير الجديد يوسف أبا صلاح بكل ما يحتاجه العمل من أجل تحقيق التنمية المستدامة وأيضا نشد العاملين بالوزارة أن يمتسلوا كل الأوامر والتدابير المطلوبة